اهلا بحضراتكم مجددا في الفقرة الحوارية الاولى من برنامج الاهل الليلة واللي بيشرفني بنوارني فيها كاتب صحف كبير طبعا ناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ جمال الزهري سيد جمال اهلا بيك منوار الدنيا اهلا بيك سيد محمد وحشنا اولا بسعى جدا باللقاط معك للشخصيات الاعلامية اللي دايما بنسعد باراها الله يبارك لك محمد الله يخليك شكرا طبعا احنا النهاردة ليلة مباراة الاهل والنجم الساحلي والخطاب الاعلامي مهم جدا مش هقول في توعية الجمهير اللي الجمهير عارفة طبعا اهمية المرحلة بس دور الاعلام في مثل هذه الاحداث الافريقية الكبيرة اللي بتكتب عليها واللي يتقال في اللحظات دي والرسالة ممكن توصل حتى للجمهور والشغل ممكن يتماني في اللحظة دا شوف هو لازم نعترف بانه فريق النجم الساحلي فريق قوي حتى في اسوأ ظروفه ممكن يعود الى حالته الطبيعية او الى حالته القديمة ويبقى قوي وبالتالي انت لازم لما تلعب معاه لازم يكون عندك الاحساس والتقدير لحجم هذا الفريق واعتقد انه خلال الايام اللي فاتت في حالة من الاتفاق كده العام انه النادي الاهلي لابد ان يكون حذر في التعامل مع هذه المباراة والحذر دا لا يمنع انه هو الاهلي يسق في نفسه وانه هو قادر على انه هو اذا اراد انه هو ان شاء الله يتأهل فالكرة في اقدام لعيبته مش في ايد حد تاني حتى يزيل اللحظة انت عندك مباراتين من اقوى ما يمكن مبارات النجم الساحلي ثم الختام هيكون مع الهلال السوداني في ام درمان ويمكن زي ما احنا متفقين او اتكلمنا كده على السريع قبل الهوى انه الاهلي يعني لابد ان يثبت في هذه او لعيبة الاهلي لابد ان تثبت في هذه الظروف انه هم قادرين على تخطي الازمة او عنق الزجاجة اذا كان الاهلي على المستوى المحلي متصدر وزي ما بيقوله عنده العلامة الكاملة الا ان الكلام كله بيدور حول الاداء في البطول الدوري ابطال افريقيا وانا شايف انه مجرد انه الاهلي يعدي ان شاء الله هذا الدور حنخش في الجد وهتبقى المبارات القادمة برضو مهمة جدا بالنسباله ويستطيع ان هو يعبر بيها انما الاعلام دوره عدم التهوين وعدم التهويل بمعنى انه هو ما يهونش من حجم او قيمة المباراة وكمان ما يهونش فيها يعني لا احنا خايفين ولا احنا وثقين اوي الزيادة عن اللزوم واخبالك طبعا الزيارات اللي بيقوم بيها كابتن محمود الخطيب اكتر من مرة في الايام اللي فاتت مية في المية لها دور رسالة يعني مباشرة للعيبة على مدى اهمية هذه المباراة حتى لو راحوا ما قالش كلمة واحدة مجرد اهتمامه بانه يتواجد اعتقد ده بيرفع برضو درجة الاستعداد لحالة القصوى بتاعتها بحيث ان كل لاعب يعرف مدى اهمية هذه اللي خطيب حتى اتكلمت في جزء مهمة جدا ومتعلقة بالتهويل لانه التأويت اللي احنا فيه دلوقتي خلاص بعد نتيجة مباراة اللاتينيوم والهلال وفوز الهلال في زنبابوي بهدف مقابل لشيء وتصدر المجموعة بتسع نقاط بشكل مؤقت مع السحلي اصبحت الحسابات كلها رايحة في نفس الاتجاه اللي احنا نتكلم فيه تكسب مباراة النجم السحلي كخطوة اولى مسألت التهويل بقى فكرة ان لازم تكسب ولازم تعمل مباراة كبيرة ولازم 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 هل هنا بتختلف الرؤية الاعلامية مع الجماهير يعني الجماهير اللي تلقت ده هي عارفة ده ولا اللعيبة نفسها ممكن تتأثر بدا ولا لنها حتى في داية الحلقة قلت المفروض الاجزاء دي الضغوط ما بتتقلش في الاهل ان اللعيبة الاهل اللي عارفة ده المكان اللي هي فيه وعارفة طبيعة المكان اللي هي فيه بالزبط شوف هو الاهل اولا كاسم يعمل ضغط خلينا ما نتكلم في الواقع بالمعنى هو اللي يعمل ضغط على كل الفرق بس بشرط انه لعبته بخبراتها ودي نقطة مهمة انه لعيبة الاهل عندهم عدد كبير منهم يعني الاغلبية عندها خبرات افريقية وعندها خبرات في المباريات المهمة والحساسة بالزبط وبالتالي مسألة انه الضغط ده ينتقل على الاهل اعتقد مش هيبقى موجود الجمهور يجب ان يعي هذه المعلومة بمعنى ان دور الجمهور ان شاء الله انه هو يدعم ويؤازر لغاية اخر لحظة لانه انت مش لازم تكسب المباراة بسكور ومش لازم تكسب في اول دقيقة ده انت ممكن الفوز يتحقق لك متأخر فلابد انه الجمهور يبقى داعم على طول ومحفز على الاستمرار حتى اخر لحظة في تحقيق الفوز لان فعلا اه لان احضرتك لاناسف للمقاطعة لعبة الحسابات في الاهداف والنقاط خلاص اصبحت مش موجودة بالزبط تسعة للنجم تسعة للهلال الاهل سبع يكسب يبقى عشرة بالزبط فامكانية الجولة الاخيرة يكون فيه تساوي في النقط اصبحت خلاص مش موجودة انت بتلعب على النقاط تلعب على الانتصارات وحتى انا ضد نغمت ان الاهلي محتاج اربع نقط بقى انا بقول الاهلي محتاج ستة ستة تصدر يلعب هو يلعب على اساس ان هو يفوز في المباراتين وده على فكرة يبدو للبعض يقولك لا صعب وكلام ده لا انا بقول الخطوة الاولى في التآهل هي الفوز على النجم السحلي دي الخطوة الاولى دون النظر لمباراة ام دورمان مع الهلال مع كل احترامنا طبعا لاشقاءنا السودانيين الا ان الاهلي برضو عنده القدرة الهلال فريق كويس ويعني فريق متماسك وكل حاجة بس الاهلي عنده القدرة لما بيلعب حتى في السودان هيلعب ولو ارضية يعني ما هواش فريق جاي من فراغ ولا من لا شيء في البطولات لا فريق بطولات وبالتالي لو لعب كمان حتى على الفوز في ام دورمان لو انتهى بالتعادل هيبقى خير لكن مش هتلعب انت على انك تاخد استعالة لا طبعا يعني لابد ان يبقى هدفك في المباراتين وبعين هي في النهاية كرة قدم يعني برضو عشان الناس ما تاخدش الامور بعصبية في الاول وفي الاخر هي كرة قدم فانت بتعمل اللي عليك وان شاء الله بيكون التوفيق معاك وتقدر ان شاء الله تتأهل هل كنت تتوقع ان الهلال يكسب مباراتين خارج ارضه؟ يكسب النجم في تونس ويكسب بلاتينيوم في زنبابو ويخسر على ملعبه من النجم؟ لا هو يكسب بلاتينيوم ممكن وده اللي خلاني برضو بقول انه النقطتين اللي خسرهم الاهلي امام بلاتينيوم في ملعبه هي اللي وضعتنا في الشكل ده؟ هي اللي حطت الاهلي في هذا الشكل يعني لكن انه الهلال يكسب بلاتينيوم كل الفرق تقريبا قدرت تعمل ده مع ده الاهلي للأسف انما مفاجآت بقى كرة القدم وده اللي يديك امل الهلال كسب النجم في ملعبه والنجم يكسب الهلال في ملعبه وده اللي أعزب المجموعة أكثر ايوة بس ده يديك امل ان انت يعني مش معنى ان انت بتلعب خارج ارضك ان انت خسران انت فاهم قصدي؟ يعني هو الفكرة بالزبط كده وبعين الفريق اللي عاوز يعني يفوز بالبطولة الاهلي مش هدفه ان هو يتأهل الدور اللي جاي وخلاص الاهلي هدفه او يعينه على البطولة وبالتالي يعني من اللحظة دي او من بكرة من المباراة بتاعت النجم يعني مفروض لعيب تلقى تنسى تماما قصة الحسابات مش في دمخهم المفروض اه يعني لأ ينسوا او انت وصلت المرحلة دلوقتي كأنك بتلعب نهائي بطولة خارج ملعبك ده يتكلم على ماتش الهلال يعني هفترض ان انت وصلت النهائي وهتقابل الهلال او النجم او اي فريق في المباراة النهائية ايه انت ممكن تكسبه او لو انت عايز اللقب ضروري اكسب بره اه يعني انا اقصد كل مباراة المجموعة السابقة انت بتجمع نقاط جمعت على مقدة على قد ما قدرت ما جمعتش المهم هو وصل الامور معاك دلوقتي لمرحلة النوكاوت الدربة القاضية انت بتلعب النهاردة مش بنزم تجميع بالزبط انت دلوقتي بتحاول تصلح اخطاء معينة او مش هقول اخطاء واقعات او يعني عدم توفيق في مراحل معينة عدم توفيق في مراحل مطباط المطباط دي انت عديتها بقى خلاص بأي شكل من الاشكال المهم النتيجة انك وصلت الى ان انت ما بقيتش في مرحلة تجمع نقاط انت الان في مرحلة الفوز فقط لو حطوا اللعيبة في دماغهم هذا الكلام والاهلي عنده برضو خبرات زي ما بقولك يقدر يعملها ان شاء الله الموقف ده بيفكرني بمطولة 2001 اللي الاهلي فاس بيها على سانداونز في الفاينال بعد اقصاء الترجي في السمي فاينال الاهلي خسر من بترو اتليتكو الانجولي في مصر اربعة اتنين تمام وكان لازم يروح الجزائر يكسب شباب بولزداد عشان يتأهل لمرحلة الدور نصف النهائي كان وقتها دور التمانية كان في مرحلة بتعمل المجموعات لسه مش زال نظام دلوقتي الاول كان دور التمانية هو المجموعاتين وفي الاخر الفايز بيتأهل لمباراة القابل النهائي فالأهلي قصة من باطل انجولي كان لازم يروح الجزائر يكسب راح كسب في شباب بولزداد في الجزائر وتأهل ساعتها وجه الترجي اتعادل مع الترجي في مصر سفر سفر وراح تونس كسب الترجي في المنزة بهدف ساير عبدالحفيز اتعادل مع الترجي في المنزة بهدف ساير عبدالحفيز فهي اللحظات اللي زي دي هل بتبين لك القدرة على الفوز باللقب المواقف اللي زي دي بالضبط ان انت تشحن يعني مش انا بقول كمان مش الجهاز الفاني هو اللعيبة لا اللعيبة نفسها تشحن طاقطها ذاتيا انه هو ما قداموهش النهاردة بص غير انه هو يكسب كويس؟ يعني اي نتيجة امام النجم السحلي تعرضه للفقدان الفرصة امام المدرمان امام الهلال ونفس الشيء لو كسب يعني هم مبارتين مرتبطين ببعض مرتبطين ببعض المبارتين دول هم العقبة اللي لازم تعديها عشان تكمل المسيرة ولا لا وعسى يكون ربا طردوا النفعة ممكن يعني ممكن يكون المشهد ده وصلنا للمرحلة ده عشان بعد ان شاء الله المبارتين ونتأهل اول ساعتها بنبدأ حديث عن شخصية وجيل ان شاء الله ممكن يسطر بطولة جديدة تضاف بإذن الله وان شاء الله انا برضو بتفاعل انه ممكن جدا جدا وحتى هذه اللحظة زي ما بنقول كرة في اقدام لعيب الاهل يعني انت دلوقتي كل الظروف قدامك واضحة يعني يمكن لو انت لعبت المباراة دي قبل ما زيسكو لا مش زيسكو قبل مباراة بلاتينيوم والهلال كنت ممكن تتلعب الجمعة فعلا مثلا انت كنت ممكن كنت هتلعب قبلهم تقريبا بالزبط بالزبط فلاق الرؤية واضحة بالوقت البحر من امامكم والحدهم من خلفكم انتو بتلعبوا دلوقتي مبارتين نهائيتين المباراتين دول انا افترض ما هو لازم انت تشحن لعبتك او تجاهز لعبتك نفسيا لانه هم القصة بالنسبة لهم زي ما قولنا مش تجميع دلوقتي لا اللي جايين دول مباراة كؤوس صح مباراة كؤوس بمعنى الكلمة سمي فانا لو فانا وممكن مباراة الكاز دي تتلعب على ارض محايدة يعني حتى مش قصة بقى هنا مش هبص ان ده ما بتتلعب في مصر ودي بتتلعب في كازابلانك في كازابلانك او في ام دورمان او غيره لا انت بتلعب دلوقتي على ان دي مبارايات بطولة النوك اوت النوك اوت ده يتطلب خلي بالك استعداد جوه لعيبة نفسها حاجات بتبقى موجودة ومركونة كده لا طاقات معينة تطلع في المباراتين دول طيب انا وانا بتكلم في الانترو كان معي الاعطاءات من التدريب النهارده وفايلر وقف مع الشريف اكرامي حوالي 10 داير ربع ساعة طبعا شريف فيكون في المعسكر لان حصام عشر مشتوب فيعتبر بالاقدمية الشريف هيكون كابتن الفريق في النهاية الجلسات اللي زي دي او الكلام اللي زي ده من الجهاز الفني بيعتبر كابتن الفريق او خبرات الخبرة الموجودة في الفريق من اللاعبين جزء من الجهاز المعاون طبعا الاعلام لو رصد موقف زي ده او مشهد زي ده او لاطة زي ده ايه التفاصيل الفنية اللي ممكن يتكلم فيها او اللي ممكن يبرزه في اللحظات اللي زي ده مهم جداً أن يكون فيه لعب قائد وأعتقد أن شريف إكرامي رغم أن هو مش بيلعب في الفترات السابقة إلا أنه أنا بلاحظ برضو أحياناً بيبقى عنده طبعاً أكيد حزن أنه هو ما بيلعبش بس ما بيبينش ده خالق بس دمج هو ما بيبينوش وهو كابن من أبناء النادي الأهلي بيتحمل المسئولية ولذلك كلام مستر فيلر معاه ممكن يكون فيه جزئيات خاصة بالليلة دي آه كأنه مدرب في الفريق كأنه مدرب مساعد أو هو الكابتن فبالتالي لابد أن يكون له دور حتى لو هو مش موجود وأنا بقول أنها لقطة برضو كويسة جداً من فيلر أنه هو بنفسه يلمس هذا الأمر طبعاً أكيد الجهاز المساعد أو المعاون بيبقى له دور في الكلام ده بس هو نفسه كمدير فني لما يبقى حريص على النقطة دي لا أعتقد أنه يتخلي مسئولية شريف إكرامي كبيرة يعني بصرف النظر عن أنه هو يكون في التشكيلة يعني طيب في سؤال متعلق بأن الفترة الأخيرة ما كانش فيه مباراة بعد مباراة المأولين أنا مش عايز أقول تأجيل مباراة أمبل لأنها السنة كانتش موجودة هي ما كانتش موجودة كانتش موجودة بس أنا أتكلم فيها بعدين بشوقتها عشان عندنا مباراة كبيرة بس هو عشان أحط السؤال في الموضوع الصحيح الفراغ ما بين مباراة المأولين ومباراة النجم السحي لمدة أسبوع استفادة فنية استفادة للاستشفى ولا كنت تفضل حتى تكون فيه مباراة لا أنا بفضل أنه يبقى فيه كده أنها راحة كده راحة استشفى أو فترة راحة مش راحة بقى استعادة راحة إيجابية راحة إيجابية آه أنه أنه أنت بتعمل عملية نوع من التقاط الأنفاس التقاط الأنفاس خصوصا أن الفترة أنه أولا إحنا عندنا الجداول بتاع الدوري مش منتظمة عامل زي لابي تسلم وتعبان آه بدليل أنه هو جاب لك أمبي يعني إحنا خدنا أمبي كتبناه كان يوم السبت في أخبار اليوم وبعد ما تاني يوم على طول اتلغى رغم أنه أساسا ما كانش موجود هو كان لازم نكتب بالقلم رصوص إحنا كان لازم نكتبه كده بنقاط بنقاط آه لأنه فعلا ومع ذلك الأهلي في وقتها ما اعترتش يعني نادي الأهلي في الوقت اللي جابه فيه مباراة أمبي قال لك خلاص إحنا مستعدين هنلعب بس أنا شايف أنه الفترة اللي توفرت دي رغم أنف يعني أو رغما عن اللجنة الخمسية في اتحاد الكورة أعتقد أنها تبقى في مصلحة الأهلي أكتر بس المفروض رغم أنف زيدة المفروض بالعكس أنه هو أكبر وسيلة مساعدة للأندي اللي هو اللجنة الخمسية لأنه أنا أستطيع أن تصريح لك قلته أنا أصد رغم أنفه من ناحية إيه؟ مسألة تحريك جدول بعشوائية بعشوائية مباراة ولذلك أنا بشوف أنه يعني اللجنة الخمسية بتكتهد وبتحاول لكن برضو مازال نفس الأخطاء اللي إحنا كنا بنتكلم فيها قبل كده موجودة طيب ليه دائماً بلاحظ في الإعلام أن الكل بيتكلم على فكرة أن أن الأهل عمل الإعلامة الكاملة في الدوري فده ممكن يكون مسبب ضغط في البطولة الإفريقية ليه الإعلام رابط الأحداث ببعضها؟ مسبب ضغط إزاي؟ يعني أنت بطل الدوري أو أنت ماشي في الدوري بشكل مميز بمشر انتصار متتالي جايب ستة أو تلاتين نقطة فبالتالي أنت زاي في أفريقيا مش كده فده يعمل ضغط أكتر على الفريق الظروف مختلفة بس ليه الإعلام بياخدها في الإعلام؟ ليه الإعلام بياخدها مش كل الإعلام هقولك زاي إيه؟ لما يجي يقولك الدوري السنة دو ضعيف ما ده من ضمن المصابقات؟ أنت عارف ليه؟ أنا دايما أقولها في أي قناة يعني مش في قناة الأهلي يعني إيه الدوري ضعيف؟ عشان الأهلي منفرد بالقمة؟ بسلام أو عشان الأهلي مخسرش ولا ماتش؟ أو عشان الأهلي متعدلش؟ أو عشان الأهلي دخل فيه جنين بس؟ فيبقى الدوري ضعيف؟ يعني هو المقياس السنة اللي فاتت كان الدوري قوي عشان الأهلي كان بعيد جدا وعادة من بعيد ليعتلي القمة ويفوز باللقب عشان كده كان قوي أنت فاهم قصدي؟ يعني ربط المسألة بأن النادي الأهلي هو زي المقارنة اللي أنت بتقول عليها أن الأهلي ليه محليا كويس؟ لا مش أنا اللي بعملها أنا براحز أن الإعلام دايما وخدنا في السكة دي فيه جانب إعلامي وخد الموضوع ده لا مش بقول عليك أنت يعني لكن دي معناها إيه؟ أن الأهلي مش قوي رغم أنه هو متصدر الدوري بالعلامة الكاملة بالضبط عايز يقول إيه؟ روحوا تشطروا على أفريقيا وأعتقد الأهلي هتشطر برضو على أفريقيا إن شاء الله بإذن الله المباراتين دول مش للتأهل وبس لا ده المباراتين دول بنتكلم عن المبارات النجم ومبارات الهلال لحاجات كتيرة أول عنوين كتيرة أولا عايزين نحطها الفترة جاية يعني المباراتين دول بإذن الله إن شاء الله بإذن الله يكون الأهلي قادر على الفوز بالست نقاط والتأهل ووقتها فيه كلام كتير هيتقال هيتقال على المقارنة اللي اتعملت هيتقال على الحكام هيتقال على قرارات بيتتاخد في موضوع الاستبدال والقد فيه حاجات كتير أهو هتفتح بس ننتظر ونتمهل نعدي بس مبارات النجم السحل الأول طيب فيه جزئية تانية متعلقة بفايلر دايما بيتعمل في التشكيل إنه بيفقر خارج السندوق ودايما أفكاره من نسبة 90% بتبقى صحيحة وحتى تعديلاته في المبارات بتجني سمارها أو بيجني سمارها في المبارات بدليل النتائج يعني والعروض والكلام ده بتتغير فعلا بالضبط هل مبارات النجم السحلي لو احنا بنعمل تقرير ليلة المبارات ونكتب التشكيل المتوقع هل تشهد ممكن التشكيلة ممكن مفاجأة توقعاتك مثلا من خلال متابعاتك للأهل الفترة الأخيرة ممكن مشاركة أليو باتجي تكون من البداية من نشط التاني مهاجم جديد بنضم للأهل اللي بتأكيد محتاج يتابعوا ويشوفوا شوف أنا شايف بتنظر لها إزاي أنا شايف أن أقوى حاجة موجودة اللي هم اللعيبة السلاسي اللي تحت رأس الحرب يعني اللي هم المهاجمين خط الوسط المهاجم النادي الأهلي عنده تشكيلة أو تركيبة لعيبة أعتقد خطيرة جدا وقادرين في كل لحظة أنه هم إيه يغيروا شكل الأداء الهجومي الأداء الهجومي آه زي ده مهم لا أعرق الأسماء اللي موجودة يعني هتلاقي مثلا انضمام كهرباء موهم مظبوط في القايمة انضمام كهرباء موجود عندك وليد سليمان كهرباء حسين الشحات أحمد الشيخ برضو استعد جزء كبير جدا من اللياقة بتاعته الفنية جيرالدو المجموعة دي أي واحد فيهم يعني يقدر أنه هو يضغط ويقدر أنه هو يشكل خطورة ويقدر أنه هو يحرز أهداف يعني يعني مش فقط أجييه ولا مروان محسن آه قال يوباجي ممكن جدا في أول ظهور له ما يبقاش مع البداية أعتقد يعني أنا بتوقع أنه هو ممكن يبقى بديل لأنه هو يعني رغم إمكانياته اللي أشاد بها الجميع إلا أنه ممكن هو يستنى عليه شوي يعني ينزل بالتشكيلة اللي هو متعود عليها الفريق فيلل ثم على ضوء المجريات اللعب والنتيجة ومدى احتياجه ممكن أنه هو يدفع ببادجي يعني طيب ممكن وجود أفشة ووليد سليمان حلول كمان في خط الوسط مع عمرو السولية وقاليو ديانج آه تمام تمام دول الموجودين محاول خط الوسط بالظامر لا دول الموجودين وأفشة برضو أثبت وجوده في المباريات اللي لعب فيها مع النادي الآلي وبدأ يدخل في النسيج بتاع الفريق يعني أنت قدر تقول أنه هو بقى عنصر أساسي وخبالك آه مهم جدا يعني بالظبط وطبعا وجود آآ 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 ديانج وعمر السولية مهم جدا في خط الوسط في خط الوسط عمر السولية كمان خبرة وتاريخ كبير فبرضو مهم جدا أرقام الفترة الأخيرة كمان أرقامه ميزة فيما زاد يتكمل الشق الهجومي بالظبط بالظبط منطقة الجزائي المنافس آآ 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 منأ بقولك أنه عندهم القدرة على كمان مش بس أداء دورهم كواسط مدافع لا against بداء الكبيرة رغم أنه هو خرج من القائمة حوالي خمسة قواص بشكل رسمي يعني عندنا حمد فتح وسعد سمير اصابات والفترة طويرة ونتمنى ان شاء الله نستعيد حتى حمدي قبل نهاية الموسم عندنا كمان خرج من القائمة صلاح محسن صلاح جمعة وليد أزارو فالقائمة الافريقية حاليا فيها 24 لعب ويتبقى لك مكان وحيد لسه طبعا قبل يوم واحد 30 يناير بالزبط فالحلول قدر الامكان موجودة بس عشان المشوار لسه طويل فيعني ربنا يسر ما يكونش فيه اصابات معساة ان شاء الله مش هيبقى فيه يعني لو طبعا الاصابات دي بتاع ربنا بالزبط ولا وحسب الظروف لكن انا بكلمك على اللعبة اللي موجودة حاليا واخبالك تقدر تحقق الهدف اللي انت عايزه تقدر تحقق الهدف تمام طيب كلعب في هذه المباراة او بتفكر ليلة المباراة اللعب ممكن من كتر الكلام على المباراة يتأثر بالضغط او يبقى التركيز زيادة فيتأثر بالمباراة لا اعتقد دلوقتي ولكن خلال متابعتك وسفريتك طبعا خلال سنوات طويلة مع اللعبين ليلة المباراة حديدا الاعلام او الصحافة بترصدها ازاي في تركيز اللعبة او استعداد اللعبة لأي مباراة كبيرة لا اعتقد اللعبة النهاردة كمان عندها القدرة انها تفصل يعني مش زي الاول يعني الاول ممكن يكون الجرائد والسوشال ميديا والكلام ده اللعبة النهاردة مفكر ده الاول كان الجرائد بس دلوقتي بقت دلوقتي السوشيال ميديا فالمفروض اللعيب يحتفظ بتركيزه كاملا بعيدا عن السوشيال ميديا من نفسه يعني مش حد معين هو اللي هيفرض عليه ده ولا جهاز فني ولا اقداره ولا الكلام ده هو نفسه مفروض يدرب نفسه ليلة المباراة دي يفصل تماما يركز في الهدف اللي هو عايزه لا مين قال ولا مين عمل ولا رأيه ايه ولا الكلام دوت طيب عندك مواجهة ممكن نعقد فيها مقارنة بين ريني فيلر وجريده جريده الأجوال المصرية مش غريبة عليه لو بتعقد المقارنة شايف الكفة للمدنين الفانين ازاي لا انا شايف فيلر تجربته مع النادي الغد دلوقتي نجحة جدا يعني بصرف النظر هو قدر كمان الفترة اللي هو نجح اللي تولى فيها التدريب وقته اصار كمان ده بقاله ثلاث شهور اه بس هو نجح في انه هو يعيد اكتشاف حتى واعطاء الفرصة لعدد من لعيبة الاهلي اللي كانوا مش مفهوم لهم دور ويمكن الكلام اللي بيتقال على ليه هو مش عايز صالح جمعة اه انا بشوف انه هو اجرأ مدرب جه تعامل مع هذه القضية تعامل مع هذه القضية يعني تعامل بص تعامله مع قضية او مع مشكلة صالح جمعة هو لخصة في ان في حاجتين اليقى الفنية واليقى الزهنية ممكن تكون اليقى الفنية اللي لاعب زي صالح جمعة كويس مع كل الاحترام اللي هو كموهوب يعني انما اليقى الزهنية اللي هي اقدر امثلها لك بالنموذج واضح محمد صلاح محمد صلاح اليقى الزهنية نفس جيله على فكرة تركيز كامل ولذلك تشوف هو فين وصالح رغم موهبته الكبيرة اللي كانوا بيترشح انه هو يبقى احد المواهب الكراوية الكبرى بدل ابوتريكا بدل بركات يعني بعضهم اه اه بعض الناس بيروا فيه نجومية يعني كبيرة الا انه مقدرش يعمل كده لانه فيلر مش محتاج النهاردة اللعيب اللائق فنيا بس ومحتاج اللائق ذهنيا اللي هو في كامل تركيزه اصلا التركيز ده معناه انه هو محمد صلاح مثلا وهو اللي بيدرب نفسه هو اللي بيروح الجيم هو اللي بيقوي عضلاته يعني يمكن زملتنا الهامة في تحكات بحاجة في اخبار اليوم الاسبوع ده رصد لمحمد صلاح شكله البدني او عضلاته من ايام كان في بازل بداية مشواره في الاحتراف مرورا بتشيلسي وايطاليا حتى وصوله الى تجربته الحالية في ليفر بول مختلفة والدكتور مفتي ابراهيم قال كلام حلو قوي في الجزئية طعمين تحية على التطور اللي حصل التطور البدني في الامكانيات الجسمانية اللي هو بقى هو بنفسه يعني لما يكون النهار ده جايز يرى مصر مش بيدور على انه هيقضي الاجازة وخلاص ده ده بيجي معاه لا لا ومش هيجي بقى ايه يعني يفرش ويرايح وياكل لا هو جاي بيعرف فين اقرب جيم او فين احسن جيم يقدر ده بيجي معاه كمان مدرب متخصص من انجلترا ده ذهنيا كله مية في المية تركيز في مهنته صحيح صحيح هو ده المقصود يعني طيب جزئية مهمة جدا باو بنونا تكلم في الاعلام والصحافة عندنا تجربة مميزة جدا في وليد سليمان وعندنا تجربة ممكن تكون عكسها من خلال طبعا تصراحات فيلر او الرؤية بتاعتنا نحن شايفها من خلال ارقام صالح جمعة ليه دايما الناس بتركز على العنصر اللي ممكن يكون فيه اخبار كتير وصائبها لعنصر اللي فيه ارقام ايجابية مهمة جدا يعني انا في احدى الحلقات كان معي احصائية كان عملها دكتور عمر عبيد الصحفي في مجلة الاهلي وكتف في احصائية ان اقصر اللاعبين طولا هو اقصر اللاعبين تزديدا للكرات العرضية برأسه كان وليد سليمان خمس اهداف من اخر عشر هدف للأهلي وليد احرازهم برأسه وهو اقصر الهدف احرازه وليد برأسه وهو ده مباراة الموليد فيه منتهى التركيز وكان لسه نازل اه لأ وفيه منتهى التركيز ومنتهى يعني الالمام باللي حواليه يعني هو شايف حارس المرمى متقدم الكرة دي لو ملعبهاش كده لو قاعد يفكر فيها ثانية مثلا لا ده هو واضح ان هو عمل ربط خطوط اتصال وربط شايف اللي حواليه فهو شايف الجن كان مين محمود ده ابو السعود كان جن اه بسعود جن الموليد اه طلع وبعيد خالص فالمرمى فاضي يعني لو محمود ابو السعود موجود في مكانه هو همسكها بسعود بسية اه حركة تكتك من وليد ايوه ما انا بقولك اه دادة ليه على انه برضو مركز وشايف زميا عشان كرة القدم اه يقال والله اعلم ايه ان التركيز فيه اه قدام له معانا على الشاشة اه يعني يعني هو شايف وهو بيستقبل قبل وهو بيستقبل الكرة قبل ما يستقبل الكرة هو شايف اللي حواليه ايه كويس فبالتالي وليد له اهدف حتى اه كان فيه ماتش احرص فيه هدفين او ثلاثة في مبارات الجونة اه جايب اهدف بكل حاجة وفين بدماغه وفي مراطق وتزديد اه فده دليل على انه هو عايش كويس اوي ذهنيته عايشة في المباراة حتى لو مش بدء المباراة وانت قاعد برا انت مركز بتشوف ايه الاخطاء طب لما تنزل ايه اللي ممكن تعمله يعني انت مش نازل كده تتفسح ما دي مهمة جد مهمة جدا طبعا انا ليه اصدت اتكلم على وليد من الارقام الاخيرة اللي احنا بنشوفها وليد عمل ارقام مميازة جدا ودايما بلاحظ ان الاعلام مرايح في سكة ان لو اتكلم على وليد يتكلم في التجديد لكن ما يتكلمش في الامور الاجابية اللي عملها لعيب بالشكل ده وكمان ايه معدل اعمار السنية مش موجودة بالعكس ده يمكن من اقصر اللعبين تهديفا فيه قدرات معينة للعيب اقصرهم القصرة في الطول يعني 176 سنتي ومع ذلك جايب اعلى معدل اهدف في ضربات الرأس والاستخدام الوقت اصدام شطول بس ما ممكن ايه هي ادماغ لا هو اه هي ادماغ اولا ثانيا اه قوة قفز يعني ازاي يعل باليقتو ويعلى فوق الكرة ويعوض فريق الطول ممكن واحد يبقى 190 او 195 وما يلعبهاش صح لأ هو ازاي بيستقبلها دي نقطة مهمة جدا ازاي هو بيفكر ازاي يلعبها دي حاجة مهمة يعني مش بس الطول هو اللي مرتبط بان هو يجيد اللعب براسه وعشان مظلمش الباص من عمر السلي اكتر لعيب عامل باصات امامية ولعب بوكس بس انت ليه انت بتسأل كمان على حاجة اللي هي ليه الناس بتهكمل انا ببسأل على حتة الاعلامية بتهكمل بالسلبيات ليه بالسلبيات بالزبط هي حقيقي هو الاعلام بيجري او بيحب الحاجات الغريبة الحاجات الحلوة لا ما هي الحاجات الغريبة بتبقى على نسبة مشاهدة يعني اقولك حاجة او على نسبة قرية وليد سليمان قعد فترة طويلة جدا بيوجيده كويس جدا والناس طالبت ان هو يخش المنتخب مثلا صح وليه ما دخلش المنتخب ليه يا جماعة ما دخلش المنتخب لما اعلن اعتزاله لما بقى كويس الناس سكتت بس راح المنتخب راح المنتخب وبعد ما اعلن اعتزاله فالمنتخب عنده ما اعلن اعتزاله نشوف حاجات مش مفهومة معلش لكن هو المهم ان اللاعب يفضل عنده القدرة على العطاء يعني حتى لو حصله ضربه معينة يا محمد يعني ايه يستفيد منه يعني بس لمثل هذه المواقف فيه لعبة بتزعل منها مش بكلم على حالة وليد فيه لعبة بجد بتزعل عبانا بتقسر الدنيا وعمل ارقام قويسة جدا ولقى كل التركيز في جزئية متعلقة مين قاعد مين ماشي مش بركزه في النقاط الإيجابية اللي ممكن تطلع منها معلومات ايه يا رسالة بقى احنا بنبعثها برضو لنا لنفسنا والزملاء الاعلاميين والنقاط يعني انهم يهتموا بالجانب ده يعني مش بس انت تهتم بالغرائب اهتم بالحلويات اهتم بالحلويات طيب جريده مش غريب على الأجواء المصرية ممكن يكون موجود في مباراة بكرة جاي بقى عارف وضع الفرق في المجموعة عارف هو عايز يطلع بايه بالمجموعة ممكن تلاقي بيلعب كورة ولا بياخد المباراة في سكة تانية لا هو 100% هيبقى مدرك هيلعب على الجوانب النفسية برضو بس اللي هيخليه يبقى ناجح في ده او مش ناجح النادي الاهلي نفسه يعني الاهلي نفسه ايوة لو قد انت اللي هتفرض اسلوبك طبعا يعني هو جريده ما هواش معاه يعني المادة السحرية السرية بتاعتنا يعني بالعكس يعني هو قاعد فترة وعاش له تجربة في النادي الاهلي وكله بس ده مش معناه ان هو يقدر يتفوق بالتركيبة اللي عنده دي على النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله برضو الاهلي يستطيع ان هو يتفوق مهم جدا فرض الاسلوب من اول دي في المباراة مهم بس مع الحذر يعني النادي الاهلي في المباراة الاولى اللي هي في استاد رادس اعتقد ان الاهلي كان اكسر سيطرة او اكسر امتلاكا امتلاكا للقرة او فرص كمان اه فانت محتاج في المباراة دي كل الحذر الدفاعي كل الحذر عارف لانه اي حاجة هم الاشقاء التوانسة اي هدف هيخطفوه هيبرجلك الدنيا فانت عايز كل الحذر الدفاعي واه الاستفادة من انصف الفرص في التهديف يعني مفيش حاجة برضه اسمع انك تضيع فرص كتير قدام فريق زي النجم يعني لو قدرت ان انت تفرض سيطرتك عليه من البداية كويس وتماشي المباراة وما فيش برضو حاجة اسمها واحد صفر واحد صفر يعني معناها هتفضل طول المباراة الآن من اي هجمة مرتدة وهم يجيدوا ده فانا في رأيي ان الواحد صفر يعني عن نجم مش كفاية هو يا سيد جمال المباراة بتحسم في التفاصيل الصغيرة بالضبط ممكن من هجمة واحدة تحسمها تكسب المطش حلو جدا بس وانت بعد ما تجيب الهدف حاول تشتغل مش ان انت كسبان خلاص لان انت بابا انا متوقف على كامل تركيزك في التساديق ايوة لغاية الدقيقة تساين انت تبقى مركز لانه لو هو احرز معك افرد انت فضلت متقدم بهدف لغاية الدقيقة تسعة وتمانين او تساين وجيه في الوقت الضايع احرز هو هدف كل اللي انت عملته تهدت خلاص دخلت في نفس المشكلة معاش كابه لك دول مباراتين اللي قادمتين نقول مباراة مؤقتة مباراة واحدة مؤقتة خلينا في المباراة الاولانية المباراة دي مباراة بطولة لان هي مباراة تكسبها ان شاء الله بإذن الله تكون في الصدارة بعد ما تخلصها تبدأ تفكر وتركز في المباراة تلقيح نص ساعة بس بس اللي حتى كابتن سادي النار دا تكلم في جزئيتي قالك المباراتين مهمين لكن اولا نركز في مباراة دي الأول دمية في المية طبعا وبعد كده فكر في مباراة الهلال هي هم صفحتين الصفحة الاولانية خلاصة الأول ان شاء الله على خير وبعدها الصفحة التانية بعلى خير برضو بإذن الله بإذن الله طيب مباراة بكرة حكمها الجنوب إفريقي فيكتور جوميز حكم مشهود له بالكفاءة وعلى فكرة ممكن يخطئ في المباراة بس في النهاية انت بتختار حكم يوفر الحيادية والعدالة للفريقين بالمقارنة بالمباراة الأولى جالك حكم تصنيفه أقل كثيرا من فيكتور جوميز دا شايفه ازاي وبترصده ازاي في ظل ان احنا بقينة واخدين بقنا قوي ان المباراة الإفريقية والإدارات المتعلقة باختيارة الحكام بقت تحسبها قوت وهوم المباراة دي فين والمباراة دي على العب مين تمام انا رأي ان احنا برضو صحيح التحكم مهم بس انا رأي ان احنا ما نشغلش نفسنا قوي في التوقيت دا بالحكام ايا كانوا انت عايز زي ما قولنا ان هي مباراة بالزبط المباراة دي لو انت ابتدت تفكر من البداية ان الحكم ده هيبقى ضدك او هيغلط او هيعمل او هو مستوى كويس او وحش احنا ياما النادي الاهلي عانى من الحكام بس التوقيت دا اه نركز في المباراة ونكسب وبعد كده نفتح بقى القصص الزي عايز تتكلم بقى بعد كده ورحتك خالص وعايز تعالج تتكلم عن مشاكل انما في التوقيت دا تكسب الاول اه انا حتى عايز اللعيبة ما تنجرفش مع اي حاجة الحكم يعمل ليه لان انت محتاج كل دقيقة في المباراة محتاج تركيز كامل وتام في هذه المباراة طيب قيمة مباراة النجم فيها 19 لعب لكن من ضمنها حارس مرمة المفروض مش هالعب اللي مقوف يعني مقرم البديري هو حارس مرمة فريق النجم السحلي تم طرده في مباراة الالي السوداني لكن هو جه مع النجم في المباراة عشان يكون فيه تدريب مع الحارس الاخر لغاية اللحظة دي هو المفروض حارس وحيد هو اشرف كرير لكن فيه معلومات بتتقال ان النجم السحلي هيستفيد بقرار الاستبدال اللي خرج فجأة علينا كلنا بدون اي مقدمات وهيقيت حارس اسمه علاء الدين ايوب طبعا وفيه مؤتمر صحفي حاليا انشغال لاخوان كارلوس جريد وانحاول نتأكد من هذه الجزئية لكن اذا ما كانت هذه الجزئية غير صحيحة او حتى لما نتأكد منه حارس مرمى وحيد هو اللي هيكون موجود فيه قائمة المباراة دي بتصفها ازاي فنيا ممكن تستفيد منها ازاي وكمان شايف ابرز الغيابات عندهم ياسين الشيكاو مش موجود عندهم كمان سليمان كلبالي مش موجود ومهر الحناشي كمان بص طبعا الغيابات 100% اللعيبة دي لها تاريخ ولهم دور في فريقهم فالغيابات 100% في مصلحة النادي الاه وبرضو معلش هقول تاني انت بتلعب على ال 11 لايبوا في الملعب ايا كانت اسمعهم يعني فهم قصدي سواء كانوا يعني مستوهم عالي مستوهم متوسط مستوهم اقل انت من خلال مشاهدة مباريات سابقة لفريق النجم 100% الجهاز الفني بقيادة فيلر دارس هذه النقطة وبالتالي هيلعب على نقاط الضعف اللي موجودة في فريق النجم السحلي وعلى كل الاحوال لابد برضو انك تعمل احترام للبدلاء اللي هم هيلعبوا بدل النجوم دول ايا كانوا هم مين برضو زي ما قلنا يا سيد محمد انت عندك هدف محدد هيلعبوا بالشخاوي مش هيلعبوا بالشخاوي هيلعبوا بأي نجم بكريم العريبي ده بكريم العريبي ايا كان بس طبعا عدم وجودهم 100% بيديك اريعا يعني ارتياحية وانا عندي برضو غياب مؤثر رمضان صبحي بالزبط لما انت عندك رمضان هو اكيد راصد هذا تماما بس انت عندك البدائل برضو اللي يتعود غياب رمضان صبحي تفرق معاه لما يكون عنده حارس مرمى واحد على التشكيل الأساسية وما فيش بديل يعدك طبعا طبعا وإلا كان يبقى ده على طول لأ هو طبعا ده وضع اضطراري بالنسبة له بس هو هيتعامل معاه برضو هو بيحاول دلاتي يستفيد بالقرار الغريبي اللي كنانا شفنا بتاع الاستبدال بالزبط رصدت ازاي القرار ده شفته ازاي اه معرفش انا طبعا مش عايزة تكلم في التفاصيل برضو منتظر المباراة عد على خير الأول ظروف صدوره او توقيته وتمريره من لجنة التواري اه مش في الوقت ده يعني يعني ما اعتقدش ده عبد القدمة ايه في البسبوع اه طبعا مش معول يناير لا كمان احنا دايما بنتكلم على ان انت الشروط اللي بتلعب بيها من اول البطولة مفروض تستمر بيها بالزبط لا تفاجأ اثناء البطولات بقرارات قد تكون مش هنقول هنا في مصلحة النجم ولا غيره في مصلحة اي فريق ماشي فياجب احترام اللوايح دي يعني او نظام البطولة طيب عبد اللي ما اخش في الحتة دي وفيها تفاصيل برضو محتاجين نتكلم فيها باستفادة اكتر نعم اخر مباراة للنجم في القاهرة الاهل فاز ستة اتنين اعم طبعا كل مباراة لها ظروفها طبعا وكل مباراة لها كوالسها واسرارها مية في المجم لكن هذه النتيجة انا لاحظت الاعلام بركزت عليها يعني الاعلام ما صدرش ده لو انت حتى في فريق ضيف جاي لها معاك دايما الاعلام بيبقى ليه دور في النوع يصدر بعض المعلومات اللي ممكن يكون لها تأثير نفسي تأثير ايجابي وزهني على المنافس وتأثير ايجابي على الفريق بتاعك انت لكن الستة اتنين لاحظت ان محدش اهتم بيها محدش تكلم بتفاصيلها بكوالسها ان النجم السحيلي اخر ببالي في القاهرة خسر بالستة في المقابل ببصع النجم السحيلي واعلامه بيتكلم على فكرة ان النجم الفريق الوحيد اللي يدري يعمل نتاجة جميعه مع الاهلي في القاهرة فاز عليه في دورة عبطال افريقيا الوحيد اللي الاهلي مادرش يكسبه في تونس شايفها زي الجزئية دي يا طبعا انا بقول انه لابد طبعا الاعلام يستفيد زي ما انت قلت من الارقام والاحصائيات اللي ترفع معنويات فرقتك وتؤثر على معنويات الفريق الاخر لكن برضو هقول ان هي مش هتبقى ان شاء الله مؤثرة قوي انا بتكلم من ضمن العناصر انت تستعمل عليها لا هو ده الصح ان انت مفروض حتى لما بيجوا فرقتين يلعبوا مع بعض انت بتشوف عناصر التفوق بتاعتك على الفريق الاخر وتبرزها جدا ده مهم لكن غريبة برضو انها فايت على الاعلام المصري ده النجم السحيلي على مدار ثلاث ايام ان اذا ما بيقولوا احنا بنتنشأ على معلومة حلوة النجم السحيلي على مدار ثلاث ايام على تويتر ما ورهوش حديث على فكرة دايما النتاج لجبال النجم مع الاهل اي 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 او هم فاكرين كويس اوي النتيجة بتاعت نهائي يبينك بطولة ايه 2007 اه بتاعت العرجون اه بالزبط يعني دي عندهم تاريخ طب انت عندك تاريخ برضو ففعلا هي ممكن تكون معدية على الاعلام المصري وده غلط يعني انا اعتارف ان ده خطأ طيب فكرة الاستبدال بقى حاولت تفهم كويس هذا القرار حاولت تعرف ايه اسبابه توقيته حاجة مش مفهومة الاستبدال اللي خده اللي كانت حاد الافريقي يعني لا الاهل هيستفيد ازا مالك استفادته لا تتخطى لعشر عشرين في المية بالموقع نفرة تانية هتغير تلاتة اربع العيبة اه براميدز المصري نفس الامر في كونفدرالية يعني الهدف تغيير تغيير النظام ما هو ده مش مزبوط يعني حتى زي ما كنا بنتكلم على تغيير النظام الاستبدال في الدورة المصري ماشي اللي هو القايمة اللي هي الانتقالات شتوية اللي كانت فكرة وفي الاخر طبع النظام هو اللي مشي مفروض الاتحاد الافريقي يبقى قدوة في هذا المجال يعني ده مفروض اه لكن معنى نوع يتغير لا ما هو ده ده يضع او يشير باصابع الاتهام وتساؤلات كثير وتساؤلات كثير انا كان معايا اعلامي وصحف مغربي وهو مرسل بالمناسبة للموقع الاتحاد الافريقي في المغرب كان معنا في مداخلة من حوالي 48 ساعة من الين بنسأله على قوليس القرار قالك اقاويل بتتقال جوه دهليز الكاف ان اقتراح من فوز لكجة رئيس الاتحاد المغربي ونائب رئيس لجنة الاندية والنائب الثاني وده اقرب للكلام اقرب للحقيقة لا دليل على انه الاتحاد الافريقي يمكن ايام عيسى حياته ما كانش كده يعني كان فيه اخطاء بس مش بالشكل ده لا بالشكل اللي احنا شايفينه الاتحاد الافريقي احنا كنا بنضرب به المثل في الانتظام والالتزام يمكن كنا متوسمين خير في احمد احمد للأسف الشديد فيه لأ حاجات كتير جدا مش مزبوطة مفاتيح الكاف في يده شخصيات تانية واضحة او من كل القرار انا اتذكر طبعا وفاة النجم الكابتن محمد عبدالوهاف 2006 الالي كان بيلاعب تروت افريقي وكان عندك مباراة الصفاخسي والاهل طلب انه هو يستبدل محمد لانه توفى يعني ده حالة طرقة الكاف قالك لأ فيه لواجه وفيه نظام ينفعش لغاية يبقى اذا الصحي مش لعب مصاب ده لعب توفى اه ومتغيرش ما انا بقولك ده دليل على انه ايامها كان فيه نظام حتى ما يعني مطبق على الجميع دلوقتي الامور مش مش متزبطة واخد بالك لقتي الامور في الاتحاد الافريقي فيها الكثير من الكلام يعني بس فمطلوب ضبط بقى العمل داخل الاتحاد الافريقي شوية الغريب كمان يا نصاش جمال ان القرار ده المفروض المنط به لجنة الاندية اه يعني لما بيجي تغير في لوائح مسابقة او لوائح المسبقات اللي منط بالقرار لجنة الاندية او لجنة مسؤولة عن القرار لا بتلا triangles طالع من لجنة الطوارئ عشان ما تتعنش عليه اه عشان عشان ما بتتعنش عليه يعني حتى اللي بياخد القرار لو بيفكر في المسهر على أن من جهة الاختصاص يعني لأ هم عاملين لجنة لجنة الطاعة دي معمولة ليه عشان لما يكون المفروض فيه حاجة طرقة ياخدوا بها قرار طبعا دي مش حاجة طرقة مية في المية فيها مجاملة ويرفض الطعن عشان قصة الطعن كمان عشان محدش يقدر يغير في القرار هو بيتخطأ مرحلة ان حد يطعن على القرار وده يأكد ان القرار معمول لاهداف شخصية طبعا طبعا يعني هو لو القرار معمول للصالح العام تطلعه من اللجنة المختصة يا سيدي وتطلعه مستعجل قوي ليه انت لو ناوي مشيه في اجراءاته الطبيعية زي ما انت بتقول تبقى لجنة الاندية مثلا هي اللي تاخد القرار ويطبق ده الناب الاول والناب الثاني اللي عودوا لجنة الطوارئ هم اساسا رئيسه ناب لجنة الاندية يعني هو الاولى بيه ان يناشي القرار ده فيه يعني تقدر تقول فيه شوية طبيخ مثلا فيه زي فيه طبيخ بس طبيخ مش بايش طبيخ بايش طيب تم اعارض وليد ازارو للاتفاية السعودي شايف برضو المرحلة دي بالنسبة المهاجم الاهلي لسه شايف طبعا ان هو امكانيات طيبة جدا ممكن يستعيده بس مرحلة تانية شوف وليد تقلق واخد حقه تماما لما كان متقلق كان هداف الدوري المصري والناس كلها كان بتأيده وبيتوشيد بيه لما اداءه يقل ما يزعلش يتحمل الانتقادات ومعنى ان النادي الاهلي بيدي له فرصة انه هو يخرج في نادي الاتفاق السعودي لفترة ما كاعارة انا شايف انها فرصة كويسة انه هو يغير حتى يسيدي يغير الاجواء ويرجع اقوى ان شاء الله يعني بعد انتهاء فترة الاعارة وانا بنجده من خلال القناة انه ياخد هذا الامر على الجانب الايجابي بتاعه واخد بالك انه ده مش تفريط في وليد ازارو يعني وليد ازارو لو كان الاهلي مش عايزه كان عرضه للبيع او هو كان مشي وخلاص لكن هي الفكرة ان الاهلي متمسك به وعايزه فبيعيره لفترة تغيير يعني زي ما بيقوله تغيير اجواء وتحدي من جديد تغيير عتبة تغيير عتبة اه تمام انه يغير الاجواء بس يغير الاجواء شوية بالضبط لعله وعصى ان شاء الله يستعيد امكانياته وقدراته ان شاء الله ويرجع ويبقى كويس تماما بإذن الله طيب اختم معك بخبر مهم جدا وخبر بالتأكيد بيسعد كل الاهلوية خاصة في الصعيد في مدينة الأقصر الفرع الخامس هناك وبرضو اخذ تعليح حضرتك والسلام على هذا الموضوع طبعا الحمد لله يمكن فيه اقبال كسيف جدا للحصول على عضوية النادي الاهلي في الفرع الجديد في الأقصر المقر الدائم في المكتبة العامة بالأقصر النهاردة اليوم السبت شهدت اقبال كسيف للحصول على عضوية النادي الأهلي وذلك بعد فتح باب التقديم للراغبين في الحصول على عضوية مقر نادي القرن الافريقي في مدينة الأقصر يأتي الحضور المكسف اليوم من أهالي مدينة الأقصر للحصول على عضوية الاهلي بعد الجلسة المثمرة التي عقدها وفد الاهلي وشركة استدادة القبضة مع الراغبين في الاشتراك بفرع الاهلي في الصعيد حيث شهدت الجلسة شرحا كاملا بالأمس لما سيتم تطوير وإصلاحه في نادي تيبة الذي أصبح فرعا للنادي الاهلي بما يليق بأعضاء النادي وجماهريته الكبيرة كان وفد الاهلي وشركة استداد قد قام بجولة تفاقضية لفرع النادي الجديد شملت جميع المنشآت الوفد شهدت ضم طبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي الأستاذ عماد حلمي المدير المالي الكابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي الكابتن خالد بيبو مدير أكاديمية الأهلي أستاذ كمال محسن مدير الحاسب الآلي الأستاذ وائل محمدي مدير شؤون العاملين الأستاذ محمد الألفي مدير الخدمات الأستاذ محمد فتحي مدير أو ممثل الشؤون القانونية والأستاذ محمد رمضان نائب مدير الاشتراكات كمان وفد شركة استادات القبضة ترقصه الأستاذ محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة واللي قدم شرح وافي ومفصل عن المنشآت الحالية في الفرع الجديد إن شاء الله فرع النادي الأهلي في الأقصر هيبقى ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس دارة الأهلي قبضة برئاسة الأستاذ محمد كامل طبعا كان مؤتمر صحفي وموسع لمشروع وحلة الأهل الاقتصادية عام 2045 وفيه أربع مشروعات عملاقة بدأت بهذا المشروع فرع النادي الأهلي في أخصى الجنوب في الصعيد مع مدينة الأقصر وجماهير النادي الأهلي هناك الفرع مساحته 17 فدان فيها مساحة لملعب رئيسي لكرة قدم مجهز بمدرجات ملعب خماسي ملعب القرى الطائرة واليد والسلة وأيضا كمان مبنى اجتماعي وتراث ومتعم ومكاتب إدارية بالتأكيد إن شاء الله هيكون مجهز بكل حاجة وكمان حمام السباحة إن شاء الله يتم استغلاله على النحو الأمثل تعليق على هذه الخطوة الإيجابية والجبارة إنك كمان بتذهب لكل محافظات مصر والانطلاقة من الصعيد من الجنوب في الأقصر طبعا خطوة رائعة جدا والأهلي لو حب يفتح فروع في كل محافظات مصر يا محمد حيلاقي يعني حيلاقي ناس مرحبة وأعتقد إنه دي نوع من توسيق العلاقات أكتر مع كل مشجيع الأهلي وجماهيره في كل المحافظات يعني أتمنى إنها تبقى موجودة في كل محافظات مصر وفي دول عربية شقيقة أيضا إنه يتم هذا الأمر لا مانع ودي خطوة أنا بقول إنها خطوة على الطريق من مجلس الإدارة لبناء هذا أو لعمل هذا المشروع الأهلاوي الكبير خطوة جبارة لأنك كمان دخل في مرحلناك بتعمل فرع الأكاديمية ممكن تستفيد بلعابين صغار السن وبراءة عن مقطع ناشئين في الفترة الجاية ألعاب نشاط رياضي أنت عندك مواهب من أبناء الصعيد من أبناء الصعيد من أبناء الصعيد يعني الجزء مش رياضي بس جزء رياضه وجزء الإجتماعي لا لا ما هو نادي اجتماعي رياضي ثقافي كل حاجة تحت اسم أو مسمى النادي الأهلي ده بيمثل إيه دمهير الأهلي في الصعيد لا بيمثل كتير كتير يعرف أنت يمكن إحنا عشان دلوقتي في القاهرة إحنا حاليا عشان في القاهرة فبالنسبة لنا النادي الأهلي هنا قريب يعني لكن تخيل إحنا قبل ما نبقى في القاهرة أو الناس اللي برضو خارج القاهرة اللي بيسمع اسم النادي الأهلي بيحس أنه هو منتمي ليه فلما يلاقيه على بعض الخطوات منه ويروح ويقعد في نفس الأجواء طبعا حاجة رائعة يعني ده على المدى البيعيد كمان لو النادي الأهلي عنده مباراة في الصعيد سواء في سهاج أو في أسلام ممكن يعمل معسكر في اللقصر عنده ملعب ممكن يتمرن عليه عايز يعمل مباراة ودية هناك يبقى كرنفال ومالبار في استفادات كثيرة جدا هي خطوة فعلا رائعة جدا وأنا بتمنى أنها تكتمل بالتواجد في بقاع أخرى سواء داخل مصر أو خارج مصر في الدول العربية الشقيقية خطوة كمان شركة استادات في هذا الأمر أنها تكون مقبودة مع النادي الأهلي ووحدة الأهلي الاقتصادية العنوان ده هجبنا قوي لأنه عنوان عنوان تصويقي عنوان ممكن يجيب فلوس لوحده ووحدة الأهلي الاقتصادية 2045 رؤيا ما هي ده يعتبر مشروع التقى فيه فكر مجلس إدارة الأهلي مع فكر المسؤولين في شركة استادات واخبالك ده في حد ذاته اللي هو بيسموه إيه يا أبو حميد هو التكامل 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 بين أفكار تمام لخدمة كيان لخدمة كيان لخدمة كيان ولخدمة فكرة أو مشروع أنت عايز تعمله طيب التنسيق والاتفاق في هذا الأمر أعتقد أنه هو هيجيب عوائد كويسة جدا سواء على النادي الأهلي أو على الشركة نفسها طيب هتعامل كده في شوية نقاط تسريعة طيب أنه في نتائج المفروض انتهت إليها مباراة دورة أبطال إفريقيا طبعا فيتا الكنغولي حق نتيجة كبيرة جدا على شركة القبال الجزائري فاز عليه أربعة واحد زيسكو دي المباراة اللي كان بيدرها الحكم من سيشي البرنان كاميل زيسكو الزنبي تعادل مع أول غصص الأنجولي واحد واحد وبالتالي الزمانك تأهل رسميا قبل مباراة الجولة الأخيرة ودي المباراة راح نقول عليها في نتائج ممكن تساعدك أنت كفريق قبل ما تلعب أخر الجولة بالزبط لكن الزمانك تأهل رسميا بعد تعادل زيسكو وأول أغصص واحد واحد هم الاثنين خرجوا ساعد بقى الزمانك بالزبط كده كده مازينبي تصدر وتأهل 11 نقطة مازينبي الزمانك الثاني 8 نقاط بعد ما تعادلهم بارح بالزبط كده النهاردة كمان سانداونز تعادل مع بيترو أتليتكو في أنجولا اتنين اتنين طبعا رسميا سانداونز تأهل في الصدارة ب11 نقطة والودات تاني خلاص رسميا تسع نقاط يبقى كده عندنا مازينبي والزمالك سانداونز والودات تمام فوز فيدك كلاب على شعبت القبائل بنسبة 99% الرجاء تأهل رسميا مع الترجي لمرحلة الجاية تمام لأن كده الرجاء لو تعادل مع الترجي خلاص الاتنين تأهلوا والمباراة تتلاقي بعد قليل في استاد داردس تمام فتتبقى في النهاية هي مجمورات المجموعة التانية النجم السحيل والأهلي والهلال طبعا هي دي يعني مزالت هي دي بقى آخر جولة لا أتباين لسه إن شاء الله بإذن الله بإذن الله الأهلي يكون أحد المتأهلين ها إلى دور القادم دور التمانية إن شاء الله بإذن الله كده ما فيش مفاجآت لحتى هذه اللحظة بالفرق المتأهل لا لا شيء بقى طبيعية شيء بقى طبيعية نفس الفرقات مصنفة أول وثاني بالزبط بالزبط يمكن مجموعة الأهلي برضو ما ننساش وجود النجم السحلي والأهلي والهلال أنا متوقع من البداية إن المسألة هتبقى صعبة بالزبط يعني يعني التلاتة في مستوى متقارب وقدروا إنهم يلعبوا مباريات المجموعة بشكل في ندية ده ايه وخبالك يعني مش زي مثلا المجموعات الأخرى المجموعات الأخرى أكثر وضوحا بما فيها مع كل الاحترام الأكثر وضوحا وفرق نقاط كبير بما فيها مجموعة الزمال اللي هي المجموعة الأولى أسهل المجموعات آه آه والمجموعات الأخرى برضو التصنيف فيها واضح تماما أما مجموعة الأهلي فهي من البداية أنا شايف أنها صعبة يعني التلات فرق سبق ليهم قبل كده الوصول لنهايات إفريقيا وكان لهم باع طويل في المطلطة الإفريقية بالزبط بالزبط طيب كلمة أخيرة تتوقع فيها مش أقول تتمنى كلنا نتمنى الأهلي يكسب طبعا لكن إحساسك توقعك لمباراة بقر أنا طبعا التمنى الفوز الأهلي إن شاء الله ومع كل الروح الرياضية للفريق النجم الساحلي إنما توقعاتي إن هي المباراة لن تكون سهلة ولكنها مش مستحيلة والنادي الأهلي إن شاء الله يكون قادر هنا بقى مش تمني لا هنا الأهلي قادر بإذن الله على إنه يحقق الفوز لإنه هو الحل الوحيد الآن للعب المباراة الأخيرة أكيد بروح وبأمل للتأهل إن شاء الله مستحيل ليس أهلوية لا طبعا إن شاء الله لا لا محدش قال كده بإذن الله لأهلي قادر على المكسب بإذن الله إن شاء الله ربنا أصوص جمال الزهيري نقورتني وشرفتني وبإذن الله نلتقي بك دايما على خير إن شاء الله وأنا سعيد بوجودي معاكم طبعا أنا أسعد أنا أسعد بشكر لأستاذ جمال الزهيري بالتأكيد على هذه الفقرة الصحفية والإعلامية والتناول الإعلام والصحفي لمثل هذه الأحداث الكبيرة مباراة الأهلي والنجم الساحلي وإطلال على بعض التفاصيل المتعلقة بالقرارات الممكن تتخذ ولها تأثير سواء إيجابي أو سلبي على مسابقات الأندية الإفريقية أخرج إلى تقرير بأن نتناول فيه اليوم الترفيهي في فرع النادي الأهلي في مدينة نصر بعد هذا التقرير وبعد الفاصل الكابتن شريف عبد المنعم فقرة فنية مهمة جدا هنتكلم فيها بقى فنيا أكتر على وضع الفريقين ظروف الفريقين فنيا قائمة كل فريق وكيف يستعد الأهلي لهذه المباراة ويقتنس السلاس نقاط قبل الجولة الأخيرة مع الهلال السوداني فاصل وتعرير ثم الكابتن شريف عبد المنعم في الفقرة الحوارية الأخيرة من برنامج الأهلي الليلة